طبت علي هي ولادها قبل المغرب بساعتين يا اختي بس على مين بقيت اتشقلب كده في المطبخ وعملنا حاجة كده عزوما تشرف اول حاجة عملت عصير منجا وكمان كنت عاملة صاق كبير من الجلاش باللحمة المفرومة حاجة كده فاخر من الاخر بجد كان طعم وحلو جدا وشكله كمان يفتح النفس وكمان كنت عاملة عصير كركدي وصلطة خضرة وماما غنوج انا مش عارفة ليه بتقوله بابا غنوج اي حاجة وهنا بقى طلعت الطواجن بتاعتي بتاعة المكارونا اللي رحتها بتجيب اخر الشارع بجد والله العظيم كانت طعمها جبيل جدا جدا ده طبعا الطواجن الكبير غير الطواجن التانية هنبتدي بقى نقلبه بسم الله بصوا بقى الجمال الله 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 شايفين الجمال لحمة المفرومة مش محروقة يا جماعة هي ايه اتحمرت شوية سنة بسيطة وده الطواجن الكبير اهو فيه شوية لحمة مفرومة طبعا في الطواجن هبتدي ان انا طلحهم واحطوهم كده على الوش وابتدي ان انا اساوي الطواجن بتاعي وناخد الصواج بتاع الجلاش ده الرهيب هنعيد عليه كده بالسكينة انا كده كده بابقى مقطعه قبل ما دخله الفرن بس طبعا بسلكه كده من بعده الله بقى شايفين بقى الاكل الاكل بصراحة كان يفتح النفس وكان طعمه حلو جدا وبالفهانة عالي اللي كله